والبداية هتكون مع المتخب الوطني للكيك بوكسنج اللي الحقيقة نجح في تحقيق 8 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الافريقية المقامة في جنوب افريقيا واللي هتنتهي النهاردة ان شاء الله 29 اغسطس احنا حصدنا يا حضرات 4 ميداليات دهب و 3 ميداليات فضة وميدالية برونزية فضلا عن حجز 3 مقاعد في بطولة الورد جيمز اللي ان شاء الله هتقام في المملكة العربية السعودية ان شاء الله السنة الجاية 2023 انجاز كبير انجاز مشرف لمصر في منافسات البطولة الافريقية وده بطبيعة الحال ما جاش من فراغ زي ما اي نجاح بيحصل وبيتحقق ما بيجيش من فراغ ده جاي النتيجة استعداد جيد جدا حصل قبلها يعني فعليات هذه البطولة منتخب الكيك بوكسنج خاض معسكر مغلق داخل المركز المنتخبات الوطنية بالمركز الاوليمبي في المعادي لحد يعني يوم 24 من اغسطس لرفع الحالة الفنية والبدنية للعبين والحقيقة النتيجة ظهرت بمنتهى الايجابية في هذه البطولة ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذا الانجاز الكبير بالمناسبة شارك في هذه البطولة 13 دولة افريقية من ضمنهم جنوب افريقيا وهي طبعا الدولة المستضيفة لهذه البطولة ومصر شاركت بعشر لعبين ولعبات عايزين نقول كمان ان البطولة الافريقية دي هي بطولة مؤهلة للمشاركة في بطولة ويلد جيمز ان شاء الله اللي هتقام فيه اكتوبر من عام 23 في المملكة العربية السعودية وبرضو حاجة حلوة زي ما بنفرح ان مصر يعني كل فترة والتانية فيه بتستضيف فعاليات بطولة ما اكيد بنفرح للسعودية اكيد بنفرح للبحرين بنفرح لكل الدول العربية اللي الحقيقة ابتدت تحصل فيها برضو الى حد كبير وبشكل ملموس وملحوظ تفورات في دنيا الرياضة ولا سيما تنظيم الايفنتات الرياضية العالمية منها بصفة خاصة